علشان كده يا سيدي عايز اقول ان الاسرة يعني استلهما من كلام حضرت النبي الاسرة عاملة زي القلب قلب المجتمع اذا فسد فسد المجتمع كله زي القلب اذا فسد فسد الجسد وكله وعشان كده بقول لحضرتكم ان احنا لازم نفوت الفرصة دي على ابليس لان ابليس على فكرة مش هو اللي بيكمل القصة كانت دايما بنفرق للناس ما بين وسواسة ابليس وحديث النفس والامارة بالسوق قالوا اذا لقيت الحاجة جت ومشيت دي من عند ابليس لكن لو قعدت تتكرر لغاية ما تكبر وتكبر وتكبر في نفسك اعرف ان هي من نفسك الامارة بالسوق وعلى فكرة مش اي مشكلة تحصل نقول الحل في الانفصال لان اللي بيقولك الحل في الانفصال ده التحالف الجهنمي اللي هو تحالف مين تحالف الشيطان ونفسك الامارة بالسوق في تحالف كده بيبقى دايما الشيطان يرمي والنفس الامارة بالسوق تتلقف وتعظم ويه تعمل بقى ما تقوم به لان هي جلسة معاك تولي النهار وعشان كده ربنا حزرنا من ده كله وهو بيذكر لنا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه قال كده يعني ربنا اخبرنا ان هم من اكتر الحاجات اكتر الادوار بيقوم به يا ابليس هو التفريق ما بين الازواج وبعض الازواج بيكون عندهم تحدي التغير بعد الزواج واللي بيخليهم يشعروا بالغربة بينهم وبين بعض وممكن بعض الازواج يعيشوا مع بعض سنوات طويلة جدا ويفضلوا برضو غرباء عن بعض وما يحصلش بينهم تطبيع ولا قرب ودول بيكونوا بيقى خصبة جدا 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 للشيطان وسهل جدا جدا يفرق بينه انا قلت لحضراتكم قبل كده ان الزواج والاسرة دي نعمة من اعظم النعمة اللي يا ربنا منع بيها علينا ومين قال ان زوجتك او زوجك ده عشان يبقى نعمة وتحس بانك انت راضي وانت معاه انه يبقى بالعيوب مين قال كده محدش قال كده خالص ومين قال اننا بنحب بعض لما نكون من غير عيوب طب هو احنا نفسنا بيلا عيوب ما احنا تربيين ان الناس تحبانا ترجمة نانسي قنقر